صحيح نسيت اقول كمان موضوع الفار يعني مبارح حتى محسناش بوجود الفار لما بيسأل الفار او الفار بيقوله حاجة في سانيتين احنا عندين هنا في مصر حكام بيقضوا عشان ياخدوا قرار بعد مراجعة الفار بيقضوا 6 شهور موضوع صعب جدا والله العظيم يعني فدي جزئية من ضمن الجزئيات يعني الواحد محسش بيها مبارح الفار يا جماعة موجود عشان يساعدك مش عشان تعتمد عليه اعتماد كلي وتعطي ضيع مع الفار طول المطش طيع وقت المطش كله هم سانيتين ايوه ايه دي الأخبار نعمل فيهاش حاجة يلا يلعب فاحنا احنا بعيد اوي والله العظيم احنا بعيد اوي يا جماعة وحيات ربنا بالمنظر ده الواحد زعل لما شاف مستوى الحكام بارح وقرن المستوى الحكام في مصر وفي افريقيا بشكل عمال فاحنا احنا بعيد اوي 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 طيب بخلاف قبل ما اتكلم في مران الاهل النهاردة سريعا في بعض الملاحظات كيه شفتك بعض البرامج الموجهة او في برنامج بالتحديد موجهة حطيلك عنوان ايه قالك الاهلي تعادل مع شباب الزمالك يا جماعة ما تقللوش من نادي الزمالك كده ما تقللوش من نادي الزمالك كده نادي الزمالك نادي كبير شباب ايه هو عنصر شاب واحد اللي كان بيلعب اللي هو نمار ما شاء الله عمل ماتش كويس بس هلش كبالة شاب عبدالشافي شاب عواد وينش عبدالغني الناس اللي في نص الملعب امام عشور شاب بس اوه شاب بس بقالو كتير في الفرية الاول يعني اه مين تاني ونجم بن شرقي عمر السعيد كل دوش شباب فحاجة غريبة اوي الناس قبل ما تفكروا ان انتوا تحاولوا تدايقوا الاهلي او جمهور الاهلي ما تقللوش برضو بالنادي الزمالك عيب اوي لما تقولوا على فرقة الزمالك فرقة شباب وهم اللي تعادلوا مع الاهلي مش حلو اه في شباب شاركوا في اخر دقائق في الماتش مميزين وعملوا ماتش كويس لكن انا مشوف ان ده فيه تقليل كبير جدا بالنادي الزمالك في الحقيقة ما علي انه ما تركزوش مع البرامج اللي زي دي الناس اللي تقول لك اصل الحكام لو حكم مصري كان حسب تغطر بعجزة اه جب ما تهزرش بقى كيف اهزر والله العظيم حاجة صعبة جدا المهاردة الفريق استقنف تدريباته مباشرة من غير راحة عشان استعدادا لمباراة المحلة بازن الله بعد بكرة مباراة طبعا غاية في الاهمية ومنتهى القوة ماتش المحلة ماتش كلاسيكي وفريق محلة فريق كويس السنة دي قوي وعملين بطولة كويسة في بطولة الدوري ويعني ماشيين بشكل جيد فالماتش صعب خصوصا في ظل ان انت بتحاول تجمع اكبر قدر ممكن من النقاط في الفترة والمرحلة الحالية من بطولة الدوري من المنافسة فلازم نكون مركزين منتهى القوة دي لعطات من مران الاهلي اللي كان الساعة 10 صبح تحت قيادة الكابتن سامي امصان وكابتن محمد شرف ومران كان في بعض الامور المهمة خلينا اقول لحضراتكم ابرزها يعني الكابتن سيد عبدالحفيز والكابتن سامي امصان اجتمعوا مع اللاعبين قبل التدريب على طول اتكلموا معهم في بعض السلبيات والاجابيات اللي بتتعلق بمبارات الامس قدام الزمالك واهمية غلق طبعا الصفحة دي والتركيز في اللجاية لان اللجاية بصراحة غاية في الاهمية من دبن كمان الاخبار تدريبات استشفائية للمشاركين في المبارات الكم وطبع الناس اللي عبت المطش بشكل كامل امبارح او حتى عدد دقيق كبير جدا من معظم دقيق المباراة اكيد لهم تدريبات استشفائية والمجموعة التانية اللي ما شاركتش في المباراة اليوم تدريبات بدنية قوية وتأسيمة كمان استعدادة لمبارات المحلة والتدريبات البدنية كانت عبارة عن بعض التدريبات لمدة 30 دقيقة تحت اشراف طبعا محمد النجار مدرب الاحمال وبخلاف الفقرات الاخرى بتتعلق بالتأسيمة بعض التدريبات القرى بالمناسبة التأسيمة كانت عبارة عن 3 فرق اخذوا التأسيمة دي بشكل معين وفي المقابل كان فيه تدريبات قوية لرباح الرأس المرمى جماعة بلاش نقصوا على الشناوي بلاش نقصوا على الشناوي مش منطقي ابدا عندي انا حسن حارس في افريقيا وعشان بعض الاخطاء الوارد حدوسها نطلع لقى البعض بيقطع فيه بلاش نقصوا على الشناوي حارس كبير وافضل حارس داخل القرى الافريقية ما فيهش نقاش ما فيهش نقاش لسه خارج من كورونا لسه ممكن ما يكونش موفق في بعض القرارات الكلام من ده ده بيحصل لأكبر حارس في الدنيا شفنا دون الروم اللي هو احسن حارس من احسن حراس في العالم بيغلط ازاي شفنا من ده اللي هو افضل حارس في العالم بالفعل بيغلط ازاي بتحصل فبلاش نقصوا على لعبتنا اه ممكن يكون فيه سلبيات نقف عن ده لكن نقصوا عليهم كده احنا بنخسر نفسنا بنفسنا فكل حاجة نديع حجمها الطبيعي مش اكبر من كده تدريبات حراس المرمى النهاردة كانت تحت شراف طبعا مشيال يعني المدرب المميز جدا لكل من محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمز علاء ومصطفى مخلوف وكالتدريبات بدنية شقة بالنسبة لديانج وعبد المنعم بيوصلوا لتأهيل نعرفين ان ديانج عنده يعني زي كادمة قوية في الركبة وعبد المنعم بيتخلص من ألم العضلة الضم نتمنى لهم بإذن الله العودة سريعا لتنين مهمين جدا بالنسبة يعني دي أهم وأبرز الأمور اللي بتتعلق بمران الأهلي اليوم وبداية الاستعداد لمباراة المحلة بإذن الله نتمنى لهم كل التوفي هروح لفاصل بعد الفاصل لسا عندنا أخبار عن نادي الأهلي استنونا